اشتركوا في القناة اكيد النادي الاهلي افضل نادي في القرى الافريقية ولكن في القوام المختصرة ظهر النادي الاهلي على رأس القوائم تم اعلانها من الاتحاد الافريقي الاهلي الزمالك نهضة بركان مامولي دي سانداونز والترجي التونسي دول الخمس اندية الابرس حالين من خلال القوام المختصرة وحصل تصويت من خلال الجماهير ومن خلال النقاد والمدربين دول ابرس خمس اندية داخلين في منفسة على جيزة افضل نادي أكيد مما لا يدعم جلل للشك سيكون النادي الأهلي بالطبع هو النادي الأبرز والنادي الأفضل في إفريقيا لعام عشرين أربعة وعشرين طيب لما نروح لجائزة أفضل لعب أفضل لعب في الجواز المختصرة خمس لعبة منهم اتنين من لعبي النادي الأهلي البداية بأسوف ودايو لعب نهضة بركان أحمد سيد زيزو لعب الزمالك حسين الشحات لعب النادي الأهلي ومصطفى شبير حارس مرمى النادي الأهلي وويليامز حارس ماموليدي سانداونز طبعا شايفين هنا حسين الشحات ومصطفى شبير اتنين اللعيبة من النادي الأهلي بنفسه على أفضل لعب على مستوى الأندية داخل قرية إفريقيا وبالتالي إن شاء الله بإذن الله حسب المعلومات اللي عندي في نسبة التصويت والتي ظهرت في التصفية الأولى يمكن أكتر اتنين اللعيبة واخدين نسبة تصويت حسين الشحات ومصطفى شبير يليهم حارس ماموليدي سانداونز بالمناسبة لسه الغاية دلوقتي لم يتم الإعلان عن أفضل خمسة في مركز حراس المرمى أفضل خمسة في مركز حراس المرمى اللي تم العنان عنهم الغاية دلوقتي أفضل نادي أفضل لاعب داخل القرية أفضل منتخب وأفضل منتخب وأنا بكلمكم دلوقتي على الهواء لسه وصلا لحالة من الميديا في الاتحاد الإفريقي نتكلم على خمس منتخباتهم الأفضل الكنغو، الديمقراطية، نيجيريا، جنوب إفريقيا، الكود ديفوار والمفاجأة، تواجد المنتخب السوداني دمن أفضل خمس منتخبات طب أفضل حارس مرمى حسب معلوماتي أن مصطفى شبير كان داخل في أعلى ست سمع حراس على مستوى التصنيف في اختيارات أفضل حارس ولكن الأرقام اللي حصل عليها مصطفى شبير دمن أفضل لاعب داخل القرية كانت أعلى أكتر من نسبة الأرقام في مركز حراسة المرمى وأعتقد ممكن يكون عنده فرص كبيرة جدا في المنافسة مع حسين الشحات وأحمد سيد زيزو تحديدا على جيزة أفضل لاعب داخل القرية ودي الجيزة اللي حصل عليها محمد الشناوي العام الماضي لما خد أفضل لاعب داخل قرية إفريقيا وساعتها ياسين بونو حارس المغرب خد أفضل حارس مرمى لسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا كواليس وأخبار تانية والجواز دي هنكون مستمرين في متابعتها والأرقام والإحصائيات في الحلقات اللي جاية مجرد ما يتم باختصار القايمة إلى 3 وقبل معادة جيزة بـ 48 ساعة نقرأ بالضبط الكواليس مين الأفضل سواء نادي أو أفضل لاعب أو حتى أفضل حارس مرمى على مستوى قرية إفريقيا